الدفن باكيا أكثر نبتة يوصلني سؤال عنها شلون نهتم ونخليها تعيش عندنا في بيتنا تعبعوني مرحبا مشاهديني أهلا مساهلا متابعيني من بغداد من العراق كل الأسئلة تيني عن الدفن باكيا من أخواتي اللي في العراق حياكم مظلة واليوم راح أفرح لكم الدفن باكيا اللي تعيش بيتي عندي على حسب بيئة البيت اللي عندي الموفرتهم لها فهذي عندي وعذي عندي وعندي في كاهي وحدة ونشوف كلهم على إضاءة البيت مع عندي شمس فشن راح نسوي خلونا نتابع نشوف خواتي مشاهديني متابعيني إنه أنا عندي دفن باكيا مثل ما قلت لكم تحت إضاءة البيت ما عندي شمس من زين فخلنا نتخيل إنه هاد الطوفة هي اللي إنتوا حاطين فيها نباطاتكم فالطوفة المقابلة هي الدريشة راح تكون أشعة الشمس ياية عليها كذيه وتبيلها تقريبا مسافة الصالة يعني أو مسافة الغرفة من زين فتكون الأشعة كذيه ياية عليها ما نحطها تحت الشباك على طول فتي لها الإضاءة نفس ماها أنا الليل ناضي ليت ما للبيت فعادي إنه تيه لكن أشعة الشمس راح تكون لو نجيسها نشوف فيها أشعة نشوف فيها حرارة طبعا أنا عندي هذين مجرد ضوء ما فيهم حرارة فإنت إذا كان عندك الشباك موجود بهذا الشكل ما نحط النبطة تحتها مباشرة في أنواع معينة تحتاج هذا الشيء لكن الدفن باكية مو منضمنهم إحنا نحطها في الطوفة المقابلة حق الشباك الشباك بهذه الناحية نحط الدفن باكية بهذه الناحية فتوصل لها إضاءة الشمس بتصيق سامونها اللي هي غير مباشرة فهي تكبر قوتين موجدي أنا على إضاءة البيت ونشوف شنو قاعد يصير معاي تركاغ ونفوق الليت جدا هذي الليت البيت بس أنا مركبتها بهذا وحطت لهم هذي وهذا نشوف مسافتها بعيدة عنها فهذه هي أقرب واحد هذا وهو ليت عادي مجرد أن أنا ما خدتها من إيكيا شكل حيو فمركب عليها لتاليتات وحطتها حق نباطاتي فنشوف هني الإضاءة اللي هي تحوشها شنو مسؤيت لها هذا النموم وهذا النموم شلون يا عايشة تسوي تشديد صح؟ دايما تقولوا لي شلون شلون السيقي نحن تكلمنا عن الضوء إنه مو مباشر إذا هي أشعة الشمس تكون بعيدة عن الشباك تكون إيه مو تحت الشباك مباشرة تكون إيه في الطوفة بالحيط أو بالطوفة المقابلة حق الشباك تحوش مني حطيها مني المسافة العادية منتصالة أو غرفة خلصنا الإضاءة نتكلم عن السيقي دايما الكل يقول لي نسقي وايد بالأسبوع فأنا أقول لهم على بيئة بيتي على إضاءة البيت جوي أنا سنترال بارة طول السنة بيتي تنشف التربة عندي بالشهر مرة دايما أصب لها تاريخ واحد من الشهر تاريخ واحد من الشهر أعبيها ماء أعبيها ماء أصب لها ماء لين يقطر من تحت لو نشوف هذي اللي عني وصرت بالفيديو السابق شفناها أنه يتوها واصلة عندي طلبتها لأنه هي نشوف شلون نموها وش عطرة وحل هو تستحمل جو البيت عندي فأنا هذي طلبتها زيادة تكمل للفراغات السيق أن مثل ما قلت لكم بالشهر مرة توني مستلمتها فتربتها شوي رطبة راح أعبي لها الماء الحوض أصب لها الماء بالحوض ما يغطي ليني صح؟ أصب أعبيه كلها ماء مجلسين ثلاثة لين هذا ينترس كل الحوض وانطرها أنه هي تنقط من تحت وانطرها تنقط خلفة الماء كلها أحط مرة ثانية هذي طريقتي أنا في بيتي مع الدفن باكية وقاعدة تكبر عندي بهذا الشكل وبهذا الشكل نشوف هني الساقش طولة قاعدة تمشي 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 وحطت لها حتى عصاني عشان هنا يلان وكاعدة فيها نمو وفيها كل شيء وهذي طريقتي أنا أعبيها مرتين يعني أول مرة ينترس بحوض كله ماء وخليها تقطر خلصت تكتير أصب ماء مرة ثانية أعبي لها الحوض وخليه يقطر كله لين؟ اتخلص تنقيق أحطها بالصحة المالها مثل هذي واردها مكامل بس لأنه توها يديدة ما شريت لها حول طريقتهم كلهم عندي بهذا الشكل نشوف يديدة من باكة نشوف تحتها ونشوف النمو نشوف حجم الورقة وهذي اللي يديدة اللي أنا يعيبتهم في فيديو شابه ونشوف هذه نسيتها وايد يعني طب شهر ونص ما شررتها فأصار معاها جديد لها كل الأغلبية عندي وموهم ممتاز وهذا فيديو خاص حق اللي شرروني عن الدفن باكة وهي طريقتي طريقتي اهتمامي في بيتي على جو بيتي شدي قاعديني يشون عندي على حرارة البيت أحب أنبه إن جو البيت المناسب حق النبطات الداخلية نفسها وهو الجو اللي يناسب يناسبنا احنا يعني إذا صار البيت وايد بارد عليك رح يصير بارد عليهم إذا المكان وايد حار داخل في البيت وايد حار وقاعدة ومعرقين تعبانا من الحرب وهم أنا كذلك رح يتعبون أنتو عندكم جوكم في شم بيتكم في شمس في تهوية في هذا هذا رح يسوي نشفان حق التربة سريع حق التربة نشفان سريع للتربة في بيتكم أنا مثل ما قلت لكم بيتي مكيف طول السنة سنترال شقال وما عندي ضوء شمس ولا عندي درايش أنا حطتهم كلهم بهذا المكان يعتبر مثل ذات السرداب تحت مشكر ما عندي أي تهوية ولا عندي ضوء شمس التهوية اللي عندي هي تهوية السنترال والإضاءة اللي عندي هي الإضاءة العادية ما عندي شمس وهذا هو النوم وهذا هي شلون تكبر أتمنى أنكم استفدتوا من الدفن باكيا وشلون هتعيش عندي في البيت أتمنى لكم يوم سعيد باي